جماهير أمتنا العربية والإسلامية يا أحرار العالم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر اتكالا منا على الله وإيمانا منا بحقنا التاريخي بأرضنا ووطننا وقدسنا نواجه بلحمنا الحي وصدور أبنائنا العارية إرهاب الاحتلال الرسمي وآلياته العسكرية لنقدم التضحيات الجسام الشامخين متراصين في خط الدفاع الأول عن عمقنا العربي والإسلامي والإنساني وقيمه ومصالحه وشرعية وجوده وتجسيدا لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول نعلن انطلاق مسيرة كفاحية شعبية شاملة تبدأ ولن تنتهي إلا بإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وأن تكون القدس عاصمتها نستلهم فعالياتها وفصولها من انتفاضات شعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم وإننا ندعو شعبنا الفلسطيني العظيم وشعوبنا العربية وأحرار العالم للاستفاف مع فلسطين طليعة الناخضين وسيوفنا موجهة نحو عدونا المركزي الجاثم على أراضي دولتنا وقدسنا لإحياء الجبهة العربية المساندة لنضالنا المشروع ضد الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع العربي وليسقاط اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين ليواجه مصير منخانوا وتواطئوا في أربعينيات القرن الماضي وإغلاق بوابة الانهيار المخزي لهذه الأنظمة ومن يواليها ويساندها أمام دولة الاحتلال مستندين على وحدتنا التي نستعيدها ونكرسها بالمقاومة والتضحيات ونعاهدكم أننا لن نسمح من جديد لأي كان أن يتلاعب بوحدة شعبنا ويتجاوز ثوابتنا ويهشم مجتمعنا عليه عازمين ملتزمين بالمحددات التالية لفعلنا الشعبي الكفاحي في الوطن والشتات أولاً المقاومة والفعل الشعبي الشامل ينفجر بطابعه الإنساني التحرري الحضري بوتيرة تصاعدية تتطور إلى أرقى أشكالها على أراضي دولة فلسطين ثانياً مقاومتنا تسير بوتيرة متناغمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وعلى رأسها القدس وفق الظروف والمعطيات الميدانية بشمول اجتماعي وسياسي وجغرافي تحت شعار واحد إسقاط صفقة القرن وإنهاء الاحتلال واجتثاث الاستيطان وتجسيد الاستقلال الوطني وضمان حق العودة وتتطور بدناميكية ذاتية وفق التطورات الميدانية اجتراح الفعل الإيجابي وآليات الدفاع عن حياة وكرمة المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم في وجه إرهاب المستوطنين برعاية وحماية جيش الاحتلال والقيام بخطوات ميدانية للمقاومة الشعبية ورد الاعتبار للنضال الجماهري والكفاح الشعبي واستلهام آليات الرد بالمثل على الاعتداءات الإسرائيلية بمبدأ العين بالعين والسن بالسن على أراضي دولة فلسطين وقدسها المحتلة كأولوية في برامجنا النضالية وصولا للعصيان الوطني الشامل رابعا العلم الفلسطيني هو المظلة الوحيدة التي تتفيأ بها العنشطة والفعاليات كافة في الوطن والشتات وعليه فإننا ندعوكم إلى أولا اعتبار يوم الخامس عشر من أيلول يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن ترفع فيه راية فلسطين في مدننا وقرانا ومخيماتنا في الوطن وكل ساحات تواجد جاليتنا تعبيرا عن رفضنا الحاسم لرفع علام الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبوظبي والمنامة وندعو القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد وطننا العربي الحبيب لأن ترفع راية العز العربية وعلم فلسطين استنكارا ورفضا لاتفاقية العار في هذا اليوم الأسود ثانيا ندعو أسران المحضرين وأسر شهدائنا الأبطال وعائلات الشهداء والمحتجز جثامينهم في مقابر الاحتلال لتنظيم وقفات استنكار لاتفاق العار يوم الخامس عشر من أيلول في كل المحافظات في الوطن ثالثا ندعو الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم وقواها الديمقراطية للتظاهر أمام سفارات أمريكا ودولة الاحتلال ودولة الإمارات ومملكة البحرين يوم الثلاثاء الخامس عشر من أيلول الجاري استنكارا لاتفاقيات العار رابعا ندعو جمهير أمتنا وشعبنا خاصة في مخيمات البطولة والعودة في الداخل والخارج لإحياء ذكرى شهداء صبرى وشتيلة يوم الخميس السابع عشر من أيلول الجاري والذين قضعوا بصواطير الاحتلال الذي ترفع أبو ظبي والمنام رايته على هامتها المنكسة خامسا اعتبار يوم الجمعة الثامن عشر من أيلول الحالي يوم حداد ترفع فيه الأعلام السوداء الشجبا لاتفاقي أمريكا إسرائيل الإمارات البحرين في كل الساحات والمباني والبيوت وتقرع الكنائس أجراس الحداد وتكون خطبة الجمعة رثاء لأنظمة الردة والخيانة لقضية العرب والمسلمين المركزية إلى جانب فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية سادسا نحيي مبادرة تحالف المؤسسات الفلسطينية والعربية والقوى الديمقراطية الأمريكية لتنظيم فعاليات احتجاجية في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم توقيع اتفاقية التطبيع بين حكومة أبو ظبي والمنامة مع حكومة اليمين الإسرائيلية برعاية الإدارة العنصرية الأمريكية في البيت الأبيض ونأمل أن تنتشر هذه الفعاليات في كل الولايات الأمريكية أهلنا وشعبنا وربعنا ندعوكم إلى نبذ كل الخلافات وتجميد كل الأجندات والالتفاف والمشاركة في هذا الكفاح الشعبي التحرري ولا صوت يعلو فوق صوت المقاومة ولتبقى رايتنا الفلسطينية خفاقة وبوصلتنا ثابتة وإيماننا بالله وعدالة قضيتنا جينة متجذرة وعهدا بأننا لن نعيد السيف إلى غمده إلا بإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وأن تكون القدس المحتلة عاصمتها وحل مشكلة اللاجئين وفق الشرائع الدولية بعودتهم إلى ديارهم المجد والرحمة لشهدائنا والعزة لأسرانا والشفاء لجرحانا وإنها لثورة ومقاومة حتى النصر حتى النصر عاشت فلسطين حرة عربية القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية القدس فلسطين الثالث عشر من أيلول عام 2020 يخضع المشاركون في الفعاليات في المناطق كافة داخل الوطن وخارجه للبروتوكولات الصحية المقرة من جهات الاختصاص حاول البعض أن يسرحوا منها الحلم حاول البعض أن يحرفوا هذا الهدف حاول البعض ترجمة نانسي قنقر